الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد فهذه سلسلة لردود مختصرة على الطرق الصوفية عندهم قناة أو شيء كده في اليوتيوب وفي الفيسبوك الصفحة شنوكة الصوفية لرد دعاوة لهابية أو تقريبا بهذا الكلام فجابين مجموعة من دعاة الشرك ودعاة الباطل من الصوفية برد علينا وبأصل للشركيات والكفريات وبأصل أنه غير ربنا سبحانه وتعالى يخلك وللأسع الشديد والعياذ بالله بأصل أن غير الله سبحانه وتعالى يقول للشيك فيكون إلى غيرها من الشركيات التي لم يقل بها المشركون الأوائل لا أبو جهل ولا أبو لهب والعياذ بالله فهم أول حاجة بيرد علينا في ردي على الجفري المشرك الذي زار السودان وخرب فيها ما خرب فنحن ردنا علىه بالحق فهم حاولوا قالوا يدافعوا بالباطل وربنا سبحانه وتعالى قال وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وده الشيء اللي حاصل على الصوفية إنهم ألبسوا الحق بالباطل وهذا صنيع اليهود والعياذ بالله في المكتع الأول بيرد علي الطرق الصوفية في مادة مسجلة صوتيا في مسألة إن الجفري بيقول قال الولي ممكن يقول للشيء كن فيكون يعني يريد الجفري أن يشرك الولي أو الرجل الصالح مع الله سبحانه وتعالى فأنا رديت وقلت الكلام ده كفر بالله سبحانه وتعالى وقلت إن الجفري جاب له حديث نجر من رأسه وهو قال يا عبدي أعبدني أجعلك أجعلك تقول لشيء كن فيكون يعني في الدنيا هنا الولي يقول لس ما تنزل مطر تنزل مطر يقول لو طا أنبتي تنبت يريد أن يخلق يخلق يريد أن يحي يحي يريد أن يميت يميت فهم أنكروا عليه كلامي في الجفري ده رديه عليه وأثبتوا قالوا إنه ممكن الولي يقول للشيء كن فيكون في أي حاجة من أشياء الدنيا وهذا باطل أول نقطة قال قال الطائفة دي ما بتتورع في الكذب نحن يعني وهو الكذاب سيعلمون غدا من الكذاب الأشر كما قال الله سبحانه وتعالى وهذا من باب قول القائر رمتني بدائها وانسلت ما نحن قاعدنا نكذب إنما الصوفياء هم اللي بيكذب يكذبوا على ربنا خليه يكذبوا على الناس زي ما حنبين بعشوية من كتب الصوفي يهودي دايما ما بيدوره الصوفياء ما بيدوره نفتح الكتب حقتهم لأنه فيها الفضائح حقتهم فيها البلاوي حقتهم فالليلة هنفتح ليك فضائح وبلاوي هتستمتع إن شاء الله بكشف كفريات الصوفية وضلالاتهم وبدعين قال قال مزمل دا كذب لأنه الأسر بتعكون فيكون قال إنه الولي يقول لأي حاجة يكون قال دا ورد ابن تيمية في مجموعة الفتاوى الجزء الرابع صفحة تلتمية سبعة وسبعين وبعد ذا قال نحن نعتقد أن هذه المسألة موجودة إنه من يقول للشيك فيكون من الصوفية بعد ما نقل كلام ابن تيمية وهذا هو المجلد الرابع لشيخ الإسلام ابن تيمية أول حاجة ابن تيمية في الكلام الجافي والآثار دي ما بيتكلم عن الدنيا أول حاجة بيتكلم عن الولي بعد ما يدخل الجنة إنه هناك يقول للشيك فيكون يعني يشتهي حورية الله يديه ليه يشتهي طعام معين الله يجيبه ليه يشتهي شراب معين أو ملذات معين من ملذات الجنة والآخرة فمن هذا الباب معنا فيكون جاب آثار في مسألة في باب تفضيل الصالحية البشر على الملائكة فقال ابن تيمية رحمه الله تعالى هم بتروا الكلام ما قروا من البداية نحن نقرأه من البداية ابن تيمي بالصفحة 372 لا ندعم بداية الكلام والكلام ماشي من هناك قالوا أيضا فإنما تكلمنا في تفضيل صالحي البشر إذا كملوا ووصلوا إلى غايتهم وأقصى نهايتهم وذلك وذلك إنما يكون إذا دخلوا الجنة إنما يكون بيتين جماعة إذا دخلوا الجنة ونالوا الزلفة وسكنوا الدرجات العلى وحياهم الرحمن وخصهم بمزيد قربه وتجلى لهم يستمتعون بالنظر إلى وجه الكريم وقامت الملائكة في خدمتهم بإذن ربهم يعني الكلام دا كله دا في مسألة الجنة بعدين في مسألة الجنة قال في تفضيل صحيح البشر إذا كملوا ووصلوا إلى غايتهم وأقصى نهايتهم وذلك إنما يكون إذا دخلوا الجنة ومشى قدام تاني من تيمي يبين إنه كلام دا عنهم في الجنة بعد ذاك جاب الأثر قال ثم هب أن هذا في الدنيا فكيف تصنعون في الآخرة وقد جاء في الأثر يا عبدي أنا أقول للشيك فيكون أطعني أجعلك تقول للشيك فيكون يا عبدي أنا الحي الذي لا يموت أطعني أجعلك حيا لا تموت ابن تيمي قال ثم هب أن هذا في الدنيا فكيف تصنعون في الآخرة وقد جاء في الأثر يعني الكلام دا برضو كلام عن شنا جماعة عن حال الولي الصالح في الآخرة حينما يدخل الجنة زي ما قبل ابن تيمي قاله زي ما قال الآن قبل إرادة للأسر مباشرة والدليل التالت إنه الأسر ذاته الأسر ذاته بيدل أنه الكلام ده في الجنة في الآخرة ما في الدنيا قال يا عبدي أنا أقول للشيكم فيكون أطعني أجعلك تقول للشيكم فيكون وهين ده في الدنيا هنا لا ما زي ما قال جفري جفري نجر له حديث من رأسه في الدنيا هنا قال يا عبدي أنا الحي الذي لا يموت أطعني أجعلك حيا لا تموت لتي ممت الأسر لكنه في الجنة لأنه قال أطعني أجعلك حيا لا تموت وين الزول بكون حي ما يموت في الدنيا ولا في الآخرة في الآخرة في الجنة لأنه في الدنيا ربنا قال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد وكذلك قال الله سبحانه وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فما في زول في الدنيا بيبقى حي ما بيموت حتى النبي عليه الصلاة والسلام ربنا قال عنه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم والآية قراءها بكر الصديق للصحابة وقال لهم أما بعد فإنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت فحتى الرسل وحتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مات لأنه في الدنيا ما في خلط ما في أجعلك حيا لا تموت دي في الآخرة شاكير بن تيميل من جبل أسر قال ثم هب أن هذا في الدنيا فكيف تصنعون في الآخرة وقد جاء في الآسر فإذن يا عبدي أنا أقول لشيك فيكون أطعني أجعلك تقول لشيك فيكون ده في شنو في الجنة يقول دائر قصر ربنا يديه قصر دائر حورية ربنا يديه زيادة دائر طعام ربنا يديه بالشكل اللي هو دائره فده ده ده في الجنة بعدين ده إذا صح الأثر أصلا قال وفي أثر أن المؤمن تأتي التحف من الله من الحي الذي لا يموت إلى الحي الذي لا يموت فده برضو ما يدل إنه ده في دار الخلد والخلد بيكون في الجنة هناك في الآخرة ما بيكون في الدنيا فده قصد شيخ الإسلام ابن تيميل تاني ابن تيميل ببين قصده في بعد بعد سيدة سبع أسطور قال أن إذا نظرنا إلى هذه الأحوال في الآخرة كانت في الآخرة للمؤمنين على أكمل حال وأتم وجه وقد قدمنا جميل أن الكلام ليس في تفضيل في هذه الحياة فقط بل عند الكمال والتمام والاستقرار في دار الحيوان ده الحيوان دي شنة يا صوفي دي الجنة بعدين طيب فأين هم من أقال وفيه وجه قاطع لكل ما كان من جلس هذا الكلام بعدها برد على الناس الفضل الملائكة على صالحية البشر فأين هم من أقوام تكون وجوههم مثل القمر ومثل الشمس لا يبولون ولا يمتخطون ولا يبصقون ما فيهم ذرة من العيب ولا من النقص وده وين ده برضو في الجنة إذن الكلام ده في الجنة والصوفية دي الجهلة ما عندهم علاقة أصلا بالعلم وبالمنهج الإسلامي الصحيح أنا ناس دجالين داري أصلوا بالكلام ده إنه شيوخهم الآن بيقولوا للشيء كن فيكون ده قالوا الجفري والجفري كذاب ونجر حديث من راسه إنه يقول الأول يقول للشيء كن فيكون هنا في هذه الدار دار الدنيا ده باطل وحديث نجر من راسه عرفت كلامي وده كلام من يتيمه كلام آخر تماما والآثار الجابة في الآخرة وليست كما كذب وافترى الجفري عليه من الله سبحانه وتعالى ما يستحق الصوفية قصة من الكلام ده يأصلوا للناس إنه شيوخ الصوفية بيقولوا للشيء كن فيكون أشان الناس يعبدوا الصوفية ويعبدوا شيوخ الصوفية والكلام ده موجود في الكتب كتب دي ما بيدور نقراها كل كل الصوفية دي لكن نحن بنقراها الصوف ونخليها طالما كتبوا الصوفية ونشروها في الأسواق نحن بنخليها أبدا أول طريقة تنشر الشرك والكفر وتدعي أن شيخها هو الله سبحانه وتعالى وهو الرب وهو الإله هي الطريقة البرهانية وده أخطر ديوان فيما أعلم للطريقة البرهانية اسمه ديوان شراب الوصل تأليف محمد عثمان عبده البرهاني في الدوان دا في صفحة اتنين محمد عثمان عبد البرهاني يقول أجود على أم لترحم طفلها ورحمة من في الكون من بعض رحمتي من بعض رحمتي قال أجود على أم لترحم طفلها ورحمة من في الكون من بعض رحمتي يعني ما ربنا يعني ما ربنا البرحم ربنا قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الصفحة قال لا البرهاني قال أجود على أم هو لترحم طفلها هو الرحمة منه قال فرحمة من في الكون من بعض رحمتي يعني الرحمة الموجودة في الكون كله هي الجزء من رحمة منه ما من رحمة ربنا قال قال من رحمة محمد عثمان عبد البرهاني وده الكفر وده الشرك بالله وده إدعاء الألوهية اللي انبسغ منه وانطلغوا منه إنه قالوا شيوخ الصوفية بيقولوا للشي يكون فيكون وده ذاته كفر كونك تقول زول مخلوق يقول للشي يكون فيكون هنا ده كفر كفر وشرك بالله عز وجل لأن ربنا أبطل هذا الكلام قال الله تعالى إنما أمره أمر منه ما أمر الله ما أمر الصوف البليد إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ربنا سبحانه وتعالى قال إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ربنا سبحانه وتعالى قال عن نفسه جل وعلا وسبحانه بحمدي سبحانه وتعالى قال عن نفسه جل وعلا قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فكون فيكون دي حقة ربنا سبحانه وتعالى براه وحده لا شريك له ما يشارك فيه أبداً والعاقيدة بتاعة الجفري والصفية بتاعة الفيسبوك ذيل ده عاقيدة شركية وذيل داري طلعوك بر دين محمد صلى الله عليه وسلم الصفية ذيل وذيل يخلدوك في نار جهنم داري يكونوا سبب يعني في أنك تدخل نار جهنم قال محمد عثمان عبد البرهاني قال في صفحة سبعة قال فجبريل ميكال وإصراف عزراء الملائكة ذيل كلهم جنوديا في التصريف هم تحت إمرتي قال ذيل جنوده ما حقنا الله وربنا قال وما يعلم جنود ربك إلا هو الله قال الجنود ذيل حق ربنا حقنه الصفية قالوا لا قالوا الملائكة والجنود ذيل حقنهم هم زي ما قال محمد عثمان عبد البرهاني فجبريل ميكال وإصراف وعزراء جنوديا في التصريف هم تحت إمرتي تطاوعون الأملاك بالجود والقرى وكل ذوات الكافي ترهب صولتي وده كل جماعة شرك بالله سبحانه وتعالى وإدعاء الألوهية والرببية لهؤلاء الصفية الذين هم على باطل وليسوا على منهج النبي عليه الصلاة والسلام تنبيه بسيط قال فجبريل ميكال وإصراف عزراء عزرائيل ده ألوه مختصر اسم عزراء ده عزرائيل ده ما اسم من أسماء الملائك ولا ملك الموت اسم عزرائيل إنما هو ملك الموت قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ديل القادرية كتاب الفيضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية ده كتاب في الصفحة خمسة وخمسين وإنت ماشينا قدام وهو يباع في الدارة السودانية للكتب كتاب ده الصوفية بأصل فيه لشرك واضح قال قال القادرية وصلت إلى العرش المجيد بحضرة فنادمني ربي حقيقا وناجاني الصوفي القادرية ده بتاعنا ده تعالى السودان قال طلع فوق وصل العرش المجيد بتاع الله وصلت إلى العرش المجيد بحضرة فنادمني ربي حقيقا وناجاني وده كلام كذب كذب يا أخي ما ممكن ربنا سبحانه وتعالى يتكلم مع واحد صوفي إنما ده كان لموسى عليه الصلاة والسلام ربنا قال لي يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين فده كان لنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام ما ممكن يبقى لي صوفي يطلع فوق ويتكلم مع الله أما الطلوع فوق ده كان لنبي محمد صلى الله عليه وسلم وربنا يكلمك يكلمه هكذا مباشرة ده كان لموسى عليه الصلاة والسلام فده الكذابين النازل الصوفي قال نظرت لعرش الله واللوح نظرة فلاحت لي الأملاك والرب سماني قال شاف العرش بتاع الله واللوح المحفوظ وربنا قال في لوح محفوظ يعني محفوظ من شنو ما بزول يقدر يصلوا أصلا من صوفي ولا بشر ولا غيره قال وتوجني تاج الوصال بنظرة ومن خلع التشريف والقرب أكساني فلو أنني ألقيت سري بدجلة لغارت وغيض الماء من سر برهاني ولو ألقيت سري على لضى لأخمدت النيران من عظم سلطاني يعني قال نهر دجلة لو جدع فيه السر بتاعه لغار الماء وغيضة من سر هذا الرجل الصوفي فتا كلام كذب ما يقدر زول يسوي العملية دي أصلا لو كان في صوفي يستطيع يمسح نهر دجلة من الوجود كان يمسح لنا اليهود الذين قتلوا المسلمين في فلسطين وهؤلاء النصارى أعني المقاتلين منهم المحاربين الذين ساءوا المسلمين سوء العذاب وقتلوا أبناءهم واستحيوا نساءهم فتا كلام كذب فالصوفي عندهم القدرة دي إنهم يقولوا لشي يكون فيكون وإنهم يمسحوا نهر دجلة من الأرض وإنهم يفعلوا ما يفعله الله سبحانه وتعالى وأنهم شركاء مع الله عز وجل النازل ما كان يفيده المسلمين لكن هذا كذب واحد اتنين ده شرك بالله عديل وكفر أكبر مخرج من الإسلام كلام البنقرة عن الصوفية والبنقرة والأولاد الصغار بتاعنا الصوفية ده اللي في الصفحة بتاعت الفيسبوك واليوتوب بتاعتهم دي قال ولو أنني ألقيت سري على لضا لأخمدت النيران من عظم سلطاني قال سرهم ديزاج يدعوه في النار ذاته بتاعتهم الغيامة قال النار ذاته كان أخمدت وطفت ونفس الكلام ذا قالوا محمد عثمان المرغني في كتاب فيوض البحور المتلاطمة في الصفحة 93 نفس الكلام قال أنا عرشها والكرسي أنا أنا للسمى بانيها لو لأ الحياء من ربي نار الجحيم يأطفيها ده قال بخمد النيران وده قال شنو نار الجحيم شنو أطفيها فبيشفوا الشرك من بعض الصوفية الختمية يشفوا من القادرية والقادرية يشفوا من الختمية والتيانية شلو من دي ودك من دي لأنه كله هوس شغل بتاع شياطين وأي يزول داري بقى ضال وداري فارق درب النبي عليه الصلاة والسلام يبقى صوفي بقى صوفي فارقت الدرب الصحيح لأنه ناس قالوا خلقوا السمى أنا عرشها قال والكرسي وأنا أنا للسمى بانيها الختم ده قال أنا بنيت السمى وأنا العرش بتعلى وأنا الكرسي بتعلى يا ما هل في كفر وراء هذا الكفر هل في شرك وراء هذا الشرك وأحد الناس يقول لك ما تقول كفر طيب سمين ليه شنو ده ده شنو زول قال أنا البنيت السمى ما الله وربنا قال والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسيعون يدي قالوا لا لا ما الله نحن البنينا السمى ونحن العرش بتعلى والكرسي ونظرنا لللوحة المحفوظ ونظرنا للعرش وأخمدنا النيران وطفينا نار الجحيم لو ما مستحين من ربنا نطفي نار الجحيم لا شرك والله ده إلحاد وكفر من هؤلاء الصوفياء فالزولة اللي أراد عليها دار أصل لهذه العقائد يؤلي الصوفية بتعنه دين ده كل باطل بعدها جاء حديث قال دي شبهة لو أقسم على الله رب أشعث أغبر إلى آخره لو أقسم على الله لأبره أقسم على الله في الدعاء يعني يدعو الله سبحانه وتعالى بشيء أو يقسم على شيء بالله عز وجل فالله تبارك وتعالى يبره ويستجيب له يبره ويستجيب له ده ما في حاجة وبعدين ديل ديل أولياء الحديثة بتكلم عن الأولياء الصوفية ديل ولي واحد فيه ما فيه صوفية حقنا الليلة ديل ولي واحد فيه ما فيه زول يقول أنا بنيت السماء ده كافر ولي كيف يعني ده من أولياء الشيطان شما جب لي الحديث فيه أولياء الرحمن وتنزل فيه أولياء الصوفية اللي هم أولياء الشيطان زول يقول تدعوني وتخلوا الله ما تدعو الله تدعوني براي البراي قال شنو قال إنا بخطب في البلاد نزيل قل يا ولي الله إسماعيل في هذا الديوان الصفحة 119 وربنا سبحانه وتعالى يقول وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا فالصفية ذال ما أولي لأله شما يجب لك الآية يقول لك ألا أه إن أولياء الله لأخف عليهم ولم يحزنون ذلك أولياء الله ما أولياء صفية أولياء الصفية ذال أولياء الشيطان الدليل الكلام الذكرنا قبير يا غتجاني أحمد تجاني قال عنده صلاة الفاتح تعدل القرآن ستة ألف مرة بالسوية هل لقاكم ذكر أفضل من القرآن وكمان أفضل من القرآن الكريم بكم مرة بستة ألف مرة فيه ما في كلام سيدة يا ناس فدعو الناس بالدعو أن كلامهم أحسن من كلام الله وبدعهم أحسن من القرآن الذي أنزله الله من السماء محكما هذه الحلقة الأولى في الرد على أولاد أولياء المتصوفة ونواصل سلسلة وما هنخلهم مصر كل ما يعملوا حاجة بنعمل وإما عملوا برضو بنعمل لأنه باطلوا مصر منشور إن شاء الله تعالى ما عندهم حجة ناس جهلة ما عندهم حاجة والله تعالى أعلم وأحكم وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى صحبه جزاكم الله خير بارك الله خير وصية القحطان بالله قولوا كلما أنشدتم رحم فالإله شداك يا قحطان ترجمة نانسي قنقر